بسم الله الرحمن الرحيم موضوع اليوم الرياضة والتغذية الصحية للوقاية من سرطان الثدي يعتبر النشاط البدني عامل حماية من السرطان بصفة عامة وسرطان الثدي بصفة خاصة لذلك يجب أن يكون جزءا من خطة العلاج النشاط البدني ليس فقط الرياضة وإنما يضم الرياضة المشي صعود الدرج والقيام بأعمال منزلية الحركة بصفة عامة تساعد على تحسين حالة القلب والرئى والعضلات يساعدك النشاط البدني على مكافحة التعب الناتج عن العلاج الذي يزداد بالراحة على عكس التعب العادي على تحسين نوعية الحياة ومكافحة الأعراض الجانبية أثناء العلاج كألام المفاصل وانتفاخ اليد المزمن والحماية من الاكتئاب كما يحمي مناء السمنى ويساعد على المحافظة على وزن صحي يساعدك على الشعور بتحسن جسدي ونفسي بصفة عامة يساعدك النشاط البدني بعد العلاج على مقاومة التعب الذي يستمر بعد العلاج على العودة إلى الحياة الاجتماعية الوقاية من عودة السرطان والوقاية من انتفاخ اليد المزمن منذ عشر سنوات أثبتت دراسات كثيرة العلاقة العكسية بين النشاط البدني وسرطان الثدي حيث تقل الإصابة به بخمس وعشرين بالمئة إذا ما مارست الرياضة بطريقة منتظمة لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا وتقل بخمسين بالمئة إذا ما مارستها لمدة تسع ساعات أسبوعيا كما أثبتت دراسات أخرى أن ممارسة الرياضة بعد سن اليأس يحمي من الإصابة بالسرطان لسنوات بعدها ويحسن من الشفاء وتوقعات البقاء على قيد الحياة بالنسبة للنساء المصابات بسرطان الثدي وبالمقابل قلة الحركة والخمول يعتبر عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي لأنه يزيد من النسيج الدهني الذي يضاعف عشر مرات إنتاج الأستروجين والأنسولين الذين يعتبران محفزان لسرطان الثدي يساعد النشاط البدني على تقوية المناعة المضادة للخلايا السرطانية وعلى الإنقاس من الكتلة الدهنية الذي ينتج عنه رفع حساسية الأنسجة للأنسولين خاصة العضلات التقليل من العوامل المحفزة للسرطان حيث يقلل من نسبة الأستروجين والأندروجين في الدم من نسبة الأنسولين في الدم ومن السيتوكين الالتهابي التغذية الصحية والمتوازنة تعني الكثير من الفواكه والقدر والقليل من اللحوم والمواد الدسمة التغذية الصحية والمتوازنة تساعدك أثناء علاج السرطان على مقاومة الأعراض الجانبية والتعافي بسرعة لا يوجد دراسات تجزم على أن غذاء ما يساعد على عدم عودة السرطان ولكن التغذية الصحية والمتوازنة تساعد على الوقاية من أمراض كثيرة من بينها سرطان السدي تساعد التغذية الصحية والمتوازنة على المحافظة على وزن صحي حيث أن دراسات كثيرة أثبتت أن زيادة الوزن ترفع من خطر انتشار الورم في الغدد اللنفوية وخطر عودة الورم في الثدي المقابل كما ترفع من نسبة الوفيات بسرطان الثدي لذلك المحافظة على وزن صحي يساعدك على الوقاية من السرطان وعودته تظن بعض السيدات أن استهلاك السكريات يساعد على عودة السرطان لأن الخلايا السرطانية تتغذى عليه لتنمو وتتكاثر هذا صحيح لكن كذلك الخلايا العصبية خلايا العضلات والقلب كل خلايا الجسم تستعمل السكر لنشاطها لا يوجد علاقة مباشرة بين استهلاك السكر وتكاثر الخلايا السرطانية لأنها تتأقلم حتى مع نقص السكر تحصل على طاقتها من موارد أخرى كالدسم والبروتينات حرمان الجسم من السكر يؤثر حتى على الخلايا السليمة كما أن الأغذية التي تحتوي على السكريات تحتوي أيضا على مغذيات أخرى ضرورية للجسم وحرمان الجسم منها يسبب نقص فيها مما يؤدي إلى سوء التغذية المشكل الحقيقي هو الاستهلاك المفرط للسكريات الذي يؤدي إلى السمنة وزيادة الكتلة الدهنية التي تساعد على تكاثر الخلايا السرطانية بطرق كثيرة الصوية هي بذرة مستخلصة من نواة نبتة الصوية تحتوي على البروتينات النباتية الألياف الأحماض الآمينية الأساسية الفيتامينات والمعادن وخالية من الدهون المشبعة واللاكتوز وهي محتمدة منذ سنوات كغذاء صحي عند الكثير من الناس لكن هي أيضا تحتوي على الفيتو أستروجان الذي يشبه هرمون الأستروجان وله نفس تأثيره لذلك لا ينصح العلماء به كغذاء بعد سرطان الثدي مضادات الأكسادة هي مواد كيميائية موجودة في العديد من الأغذية تساعد على حماية الخلايا من السرطان بتثبيت عمل الشوارد الحرة الناتج عن استعمال الأكسجين من طرف الخلايا السليمة والتي تحتبر جزيئات خطيرة على الجسم لأنها تخفب الخلايا وتساعد على ظهور السرطان من مضادات الأكسادة هناك الفيتامين A، الفيتامين C، الفيتامين E، بيتا كاروتين، سيلينيوم والزنك هي مضادات أكسادة وجودة في العديد من الأغذية خاصة الخضر والفواكه أحسن طريقة للحصول عليها هي تغذية صحية ومتوازنة بدلا من الأقراص والمكملات يجب استشارة الطبيب قبل تناول مضادات الأكسادة الحليب هو مشتقاته كالالبان والزبادي ودسم الحليب تساعد على التقليل من الإصابة بسرطان الثادية خاصة عند المرأة القريبة من سن اليأس أو بعد سن اليأس وذلك لأن بعض الغناصر المفتحية كالكالسيوم، الفيتامين D، اللاكتوفيغين، ودسم الحليب تلعب دورا مضادا للسرطان تعتقد بعض السيدات أن استهلاك المكملات الغذائية والأحشاب الطبية يساعد على الوقاية من عودة السرطان لكن التغذية الصحية والمتوازنة تمنحك العناصر الغذائية اللازمة لذلك لا يجب استهلاك المكملات الغذائية والأحشاب الطبية دون استشارة الطبيب الذي يوجهك ويصف لك النوع والكمية المناسبة لأن كميات زائدة عن الحاجة لها أضرار صحية وبعض المكملات لها تأثير سلبي على العلاج ترجمة نانسي قنقر